في ليبيا اعلنت ادارة انفاذ القانون بالادارة العامة للعملية الامنية السبت احبط محاولة تهريب 14 مليون دولار خارج الاراضي الليبية وذكرت الهيئة الليبية في بيان ان فرعها في المنطقة الوسطى تمكن من الاطاحة بتشكيل عصبي متخصص في تهريب العمولات الاجنبية والمعادن الثمينة خارج الاراضي الليبية بعد ضبط احد افراد العصابة في اثناء محاولته تهريب 14 مليون دولار بالاضافة الى سبائك عدة من الفضة كانت مخبأة باحكام داخل شاحنة نقلة